أنا بشكل شخصي اتصلت بسالم مشكور هو عضو رجنة الأمناء في هيئة العلام والاتصالات وقال قال إحنا المشكلة مبينة مو بالهئة هس أنا معرف قال غالبية شركات الاتصالات ويتحدث عن زين وكورك وآسيا اللي يمنحهم من تزديد الضرائب وغيرها ويتهربوا من عندها هي لربما أحزاب سياسية مشاركة بهذه الأسهم فالمشكلة ليست به هيئة الإعلام والاتصالات المشكلة بمن يهيمن على قطاع الاتصالات هسا وين نحطها بيان ميزان ذني لا بالتأكيد جزء مهم من المشكلة أن هناك جهات سياسية نافذة في مواقع رسمية بالدولة لها علاقة ولها مصالح مصالح سياسية مالية سياسية مالية مع شركات الهاتف النقال هي من وفرت الحماية طيلة السنوات من 2007 لغاية هذا اليوم بما فيها قرار التمديد وهي التي تجعل من هذه الشركات تهيمن على قطاع الاتصالات بالضبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر